اكتشاف تم بموقع جبل ايغود وجبل ايغود يوجد بجنوب غرب مدينة اليوسفية هو في اقليم اليوسفية هذا الموقع معروف منذ القدم منذ القدم أي منذ الستينات والمعروفة هو انه خلال الستينات من القرن الماضي كان نسميه جيل اول من الابحث هذا الجيل الاول قده احد دور مهم مهم بزاف لانه اولا بنيسبة كانت واحد مجموعة ديال البقايا العظمية لتعود من خلال مورفولوجيتها الى القديمة معروفة انها قد تعرض الى القدم الاف سنين ولكن التاريخ يعني المدقق لسوء الحظ لم يتوفر انذاك المعطى الثاني كنتائج كنتائج دياله الجيل اول من الابحث هو تمكيننا من معرفة الحضارة التي صهرت على الادوات الحجرية التي هي موجودة بالموقع وهذه الحضارة تنتسيب الى منذ ذلك التاريخ تم نسبها الى الموين ستون نايج دونك هدوما جوجد المعطيات اللي كانوا بنسبة للجيل الاول كيبقى بعد ذلك الجيل الثاني الجيل الثاني من الابحث هو اللي كان قمو به حاليا وانطلق 2004 في اطار واحد البرنامج ديال التعاون الدولي مبيل المعهد الوطني العلوم التورات والمعهد الالماني ماكس بلانك وهذا التعاون ادى الى اكتشافات جديدة بالموقع وادى بالخصوص الى تمكيننا من التاريخ التاريخ لانه التاريخ هو الشيء الذي يؤرق في هذا الميدان اذا تمكننا من حصول على امكانية الضرورية للحصول على التاريخ يليق بالبقايا المعروفة في جبل اغود ويليق بهذا الموقع ويليق بكل معطوراته هالتاريخ هو اللي تم الاعلان عن الاعلان عليه من خلال واحد نشرة علمية في واحد المنبر عالمي اللي هو لاغوذي ناتشير فهذا لاغوذي ناتشير لانه هي من المستوى السوى العلمي العالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة